من بارح كانت المباراة مباراة التتويج بدلع الدوري واستلامه في استدل القاهرة الدولي وسط جمهور النادي الاهلي وانتهت المباراة بالتعادل واحد واحد بين الاهلي وحرص الحدود لكن المشهد الرائع والمشاهد الرائع الكتير اللي حصلت فيه تتويج النادي الاهلي كانت عظيمة جدا لما تشوف احتفالات لعيب النادي الاهلي مع جمهور الاهلي بعد المباراة حاجة ما حصلتش لما تشوف باقة الورد اللي أهداها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لللاعبين وقال لهم يتوجهوا بيها للجمهور لتحية الجماهير اللي سندتهم طوال الموسم لما تشوف المشهد المؤثر بين اللعبين لدعم زمنهم مروان عطية بعد وفاة والده ومن هنا طبعا بأنه يتوجه له بخالص العزاء لوفاة والده لما تشوف التتويج في وجود عائلات وأسر لعب النادي الأهلي والجهاز الفني الصورة كانت جميلة جدا لكن الصورة الأجمل هي فرحة جمهور النادي الأهلي عاوز كمان أتكلم عن الجهاز الفني مدرب قدير وهو السويسري مارسل كولر نجح وبشدة في أول موسم له مع النادي الأهلي وقاد الفريق لحصد خمس بطولات اتنين كاس مصر ودوري أبطال أفريقيا اتنين كاس سوبر دوري أبطال أفريقيا الدوري الممتاز ولسه كمان فيه اتنين سوبر السوبر الأفريقي والسوبر المحلي مع باقي أفراد الجهاز الفني ووجود مدير كولر ناجح جدا زي كابتن سيد عب حفيز المنظومة اللي بيقودها مارسل كولر أثبتت نجاحها في نجاح غير مسبوك وإذا كان كولر حقق خمس بطولات مع الأهلي فأنا عاوز أقول حاجة مهمة جدا إن اللاعبين اللي ضموهم الأهلي في فترة انتقالات يناير حققوا أربع بطولات كبيرة يعني لاعب لسه ما كملش سنة في الأهلي بقوا أصحاب بطولات كبيرة جدا يعني مش عارف أقول له حضراتكم إيه الموسم ده استثنائل أي حد في منظومة النادي الأهلي سواء في الكورة أو بره الكورة 80 مليون شكرا لكل أفراد منظومة النادي الأهلي والمجلس الإدارة والشركة الأهلي الكورت القدم على النجاحات الكبيرة هذا الموسم ويعني الحقيقة موسم فعلا لو قعدنا نتكلم فيه كتير جدا لا الموسم ده يستاهل إن احنا نتكلم فيه كتير وأتمنى إن احنا نحتفل بالموسم ده احتفال خاص يعني أتمنى إن احنا نعرف نحتفل شوية بالموسم ده احنا دايما عيب النادي الأهلي وعيب المنظومة اللي احنا فيها اننا ما بنلحقش نحتفل ضغط المباريات مع ضغط البطولات اللي احنا مطالبين بالمشاركة فيها ما بنلحقش نحتفل بحاجة يعني احنا خلصنا الاحتفال ببطولة افريقيا دخلنا في الدور ما لحقناش نحتفل اصلا ببطولة افريقيا فعني الفكرة انا عايز نحتفل بالموسم ده الموسم ده يستاهل ان احنا نحتفل به احتفال قوي كمان انت واخد العلمة الكاملة في الموسم ده فقال من 10 شهور 5 بطولات دي مش حاجة قليلة ابدا وعندك فرصة ان انت تاخد كمان بطولة السوبر وعندك فرصة كمان ان انت كسر عالم للاندية ولسه دور السوبر الافريقي لسه في بطولات كتير كمان انت احتمال تعملها او ان شاء الله تحققها في خلال الفوت في خلال السنة دي يعني فالفترة دي انا عايز نحتفل احنا خلاص خدنا الدورة اهوت وخلصنا لا لا احتفل بقى احتفال كويس كمان لازم نتعلم نحتفل كويس جماعة شممكن ان احنا جمهور النادي الاهلي بيخلص الاحتفال في الليلة احنا بنعرف نحتفل اه بس ما بناخدش فرصة وده احنا معانا فرصة هم الرادي نحتفل بموسم تاريخي احنا اه عندنا ثقافة الاحتفالات موجودة وكل حاجة ولكن ما دايما ما فيش فرصة للاحتفال دايما بتخلص بطولة تخش في اللي بعدها تفكر في اللي بعدها ان شاء الله الموسم ده يعني اتمنى ان احنا الموسم ده نلاقي فرصة نحتفل بكل البطولات اللي احنا اخدناها دي لازم لازم نلاقي فرصة نحتفل فيها بكل البطولات الكبيرة اللي احنا اقناها بموسم تاريخي لازم نفرح فيه فرحة كويسة